برحب بحضراتكم مرة تانية الفقرة الحوارية التانية في البيت الكبير دايما مميزة ديف مميز على مستوى الإحصائيات على مستوى التحليل الفني دايما بيبنتعنا بأراءه الجيدة وآراءه المميزة معنا النقد الرادي المتنيز الدكتور طاري الأدور أهلم بيك أهبرك دايما منورنا يا دكتور الله يخليك أنت المنور دايما بيتك ربنا يخليك يا دكتور مبروك لازم نقول مبروك لبرونزية النادي الأهلي وحفتح مع حضرتك ملفين مهمين جدا ملف النادي الأهلي وآداءه على مستوى البطولة في كاس العالم للأندية وكمان بداية العشرة يا أهلي بداية مشوار النادي الأهلي من خلال انطلاقة مباراة المريخ بكرا إن شاء الله ناخد الأول انتبعاتك وأرقامك وأحصائياتك للنادي الأهلي في بطولة كاس العالم للأندية شوف احنا كنا مع بعض الليلة صفر الفريق وكنا بنتكلم على ميداليا برونزية كنا واضحين عارفين أنا شبهت لك كده السكة بأنك انت خطوة أولى في السكة دية انت في متناولك اللي هي فريق الدوحيل القطري حتوقف قدام القطر فالقطر صعب شوية كان القطر يعني صعب توقفه وبعدين هتلعب مباراة هتحدد المركز التالت ما كناش عارفين لسه بالمراس كانت الترشيحات أكتر انك توقع مع تجرس أونال بالضبط يعني ما فيه تجرس أونال ده كان يكون هو اللي بيلعب مع الأهلي على الميدالية برونزية والنادي الأهلي كان متعود على لقاء الفرق اللي هي بتاعت المكسيك أو فرق الكونكاكاف في شكل عام لقاء خبرات معها أه لعبت معاهم وكلام من ده وحتى يعني الأول ميدالية برونزية في 2006 كانت من خلال فريق مكسيك اللي هو كلوب أمريكا اللي كان لعب النادي الأهلي وقتها وفاز عليه النادي الأهلي اتنين واحد بهدفين كانوا بديعين لأبو تريكا فاكر التزديد اللي من برها المنطقة كان بداية التصوير التكنولوجي وقتها إنه هو كان بيصور لك واصل إلى درجة إنه هو بيواليك رجلة بو تريكا وي راحلة راحة الزبزبة انت عارفت عشان تعمل الكورة فبتعمل زبزبة في رجلك كده في البطيء بقى إن رجليه هي راحة وجاية الغد ما تلمس الكورة حقيقة كانت جميلة جدا في البطولة ده إن طبعا كان التكنولوجي ده بتاع تلفزيون اسمه انتي كأن في اليابان كان تلفزيون من أكبر شبكات للتلفزيون في العالم فكانوا هم رواد بقى للتصوير والأسلوب الدقيق في الـ HD وكلام من ده فكانوا نقلين بطولة بشكل مميز جدا صورة كانت جميلة فعلا صورة كانت جميلة حتى جول أبو تريكا التاني اللي هو بيعمله من الوضع راقدا كده بتعبت بالعرض الزحلة وحطها الزحلة وحطها دي الجول ده فيه فنيات عالية جدا وتصورت من إيه من الزاوية العادية والزاوية من وراء الجول ومن قدام الجول من ناحية التانية يعني تصورت كذا تصويره عشان يوريك الكورة اللي تلعبت ما بين فلافي وابو تريكا وقتها يعني عايز أقولك إن ده من كاس عالم تكنولوجي جديد فيها شوف في عنصرين أساسيين عشان تتكلم على كاس عالم الأندية عنصر الناس خطلته بحسا اللي هو الفورمات بتاع البطولة أو النظام البطولة يقولكش معنى يعني فريق أوروبي ولا فريق من أمريكا الجنوبية يروح جايلي من بره كده على طول على السيمي فاينال والفرق التانية تلعب من الأول هو من قبيل العدالة ما ينفعش إنما إيه عايز أقولك حاجة ما حدث في كاس عالم الأندية طفرة على المستوى الفني غيرت معايير كانت موجودة زمان اللي هي إيه زمان يفكروا يعملوا حاجة مين أحسن نادي في العالم فما فيش بطولة فقالك إيه طيب فين بطل أوروبا أدي ليفر بول مثلا بين بطل أمريكا الجنوبية سانتوش مثلا برازيل يلعبوا مع بعض في بطولة كان باسمها إيه كأس الانتر كونتيننتل أو الانتر كونتيننتل كاب يلعبوا بطل أوروبا مع بطل أمريكا الجنوبية عشان يطلعوا أفضل نادي في العالم هو ده أفضل نادي في العالم طب يا عام فين أفريقيا وفين أسيا وفين كلام لا 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 هم أوروبا وإيه وأمريكا الجنوبية الموضوع تطور أصبح أبطال القرات موجودين فأنت إيه إذا حاولت زي ما فيه إعلام وأنا مش عارف ليه تقلل من قيمة البطولة فإنك أنت معاك ستة أندية ومعاهم المنظم يعني وغير المنظم اللي هم المفروض كان أوكلان سيتي كان بطل الأوكيانوس بس انسح دول أبطال كل واحد بطل قرته يعني أنا مجل أهلي مثلا أنت هتشكك فيه ما أنا اللي فايز بدور أبطال أفريقيا والبطولة كانت من أعظم البطولات وطولة أخذت 16 شهر والأهل فاز بيها مش كل الأندية كانت متاحة التراجي كان متاح والودات كان متاح والرجاء كان متاح كل الأندية العملاقة كانت متاحة طيب الأهل فاز على كل الأندية ديت وخذ اللقم طيب هو هو البالميروس ده إذا أنت بتقول لي البالميروس ده في ناس بقى عايزين أنا معا يعني يقول لك البالميروس ده مش برازيلي يعني كلام كده هوات جلد الزات يعني أنت عملت إنجاز لازم تقلل منه فالميروس ده كمان بالميروس إيه شوف الأهل بطل قبلها مثلا بشهرين ونص تقريبا نقول شهرين ونص بطل بطل الأفريقي لباربول بطل من شهر تمانية يعني قبلها بست شهور إنما أنت بالميروس ده جاي لك يوم تلاتين بعدما الأهل لما كان وانا معاك هنا ليلة صفر الأهلي ما كنش حارفين مين من أمريكا الجنوبية صحيح يعني كان لسه حيلعب بالميروس كانت يوم تلاتين يناير بالزبط والأهل يسهل يوم تلاتين وعشرين بالزبط فكانش لسه تحدد مين يعني عايز أقولك بالميروس ده جاي كده من الفرح على طول يعني طلع كده من كوبة لبرتادوريس جاء على كهاز عالم الأندية فإذن ده بطل أمريكا الجنوبية وبطول أمريكا الجنوبية بوكا جونيورز لعب وطلعوا الناديين البرازيليين ريفر بلات لعب اندبندانتي لعب كل الأندية الكبيرة لعب على مستوى البطولات من أقوى البطولات على مستوى العالم تمام يبقى إذن أنا لعبت بطل أسيا بطل المنظم اللي هو الدحيل اللي كسب بطل أسيا يعني أصلا الدحيل كسب بطل أسيا يعني أنت المجي تيجي به الأندية اللي لعبها النادي الأهلي الدحيل هو المنظم وهو من الفرق القوية في البطولة وعنده لعيبة مميزية تمام وهو اللي فاز على بطل أسيا هو فاز على ألسان وينداي وفوز عريض ثلاثة واحد وكممكن فوز يزيد يبقى إذن إذن إنت كسبت الفريق اللي كسب ألسان برضو هونداي إنت لعبت بالميرس اللي لسه جاي عريس جاي منهم 30 بطل كوبة لبرتادورس ده لعبه والأهلي كسبه عندك إنت تيجرس أونال فريق أريب الشبه من النادي الأهلي في القدرات والإمكانيات يتبقى إيه فريق هو الحظ اللي وضع النادي الأهلي قدام الفريق ده في الوقت ده بمعنى إيه لو أنا شلت بايرن وحطت منشستا يونايتد برشلونا ريال مدريد يوفينتوس ميلا حط أي نادي من الأندية الكبيرة في أوروبا عارف لو الأهلي نزل قدامه كان هيلعب معه هد تو هد يعني هيلعب معه رأس برأس يعني لو أنا جبت ما كان بايرن منشستا يونايت هلعب معه هلعب وههاجم لكن إنت وقعت فريق هو ده التقييم الفني ففريق هو المفترض هو متسيد العالم دلوقتي يعني فريق خد دوري أبطال أوروبا دون خسارة أو تعادل المباراة واحدة لعب 11 مباراة 11 فوز وما أدراك ما تشهد بطولة أوروبا عملة إزاي والنتائج إيه ده نتائج 8-2 على برشلونا وكسبان رايح جاي توتنهام 7-2-3-0 يعني 10-2 عشرة في توتنهام أولمبياكوس كسبان رايح جاي بتتكلم في 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 ليون اللي هو كان الحصان الأسود للمطولة 3-0 بتتكلم في النهاء في فريس سان جرمان اللي هو معد كل الفرق الكبيرة يعني يعني هو أصلا فرق جابت 43 جول في 11 ماتش في دوري أبطال أوروبا يعني ممعدل أربع هدف في المباراة الواحدة